السلام عليكم حبيباتي نتمنى تكونوا بخير و الاخير اليوم ما نشارك معكم نهار ديالي و كيف العادة انا نهز الكاميرا والجو يغيى متصبشتها سبحان الله صورت لكم بره لان انا ما كنتش في الدار يالله دخلت هذه رجلي مباشرة غير دخلت للدار شعلت التيريفون و شعلت نصور الخواتاتي اليوم ما مشيت اليوم ما مشيت البرافر مستيج بل الحويجة اللي كنت محتاجها هم واكيد انا نصور معكم شنو شريت انا نصورت ممتاز صراحة نصيت ممتاز قلت معلش سوف نصور المنتوجات اللي جبت معي انا كنت محتاجها ايقان غسل ديالوجه و مرتب للبشرة فهذا الشي اللي جبت و سوف نصوره معكم بالنسبة للكون هاد الماركة اللي اخذت اسميتها اسيس بارما انا اول مرة نجربها فيها جوج هاد القابسة فيها جوج ميدرهم رخيصة رخيصة من ناحية الفلوس رخيصة بالنسبة لجودة ديالها و مزيانة او لا انا بالنسبة لي مزيانة لانها على حماية ديالها فوق من 50 و انها في زيبلي يعني كتديرها في الوجه ما كتبانش فوق من نحن لي كتبانش كمية من ناحية الفلوس و في الاخر نعطيكم رأيدي بالنسبة لهذا غسول ديال الوجه تقريبا ميتين وستة وعشرين درهم فيه حبيبات هكا كزرقة هو في اللون نديره ازرق تقريبا في حبيبات زرقين بحالة مقشر كي يكون مقشر مديره صباح وعشية انا كنديره غير الصباح مزيان نقوله بالنسبة لي الحسب التمن دياله 50% زوين 50% 100% لا نقول 50% بالنسبة لي انا مشيت باش نشري المركة ديال لغوش بوزي بالنسبة لي اكتبانشي لغام كاملة مي الفرماسيانا قتلي بلي احسن مركة نصح بيها وليكي نصح بيها الاطباء هي هاتي قتلي هدي احسن حاجة و قلتلي بلي انا بغيتها عليك قتلي غير اشهارات قتلي غير اشهارات مهم هذي احسن مركة قتلي اللي كاينة سوف انا نزعم ونشريتها الصراحة لا نقول انها مشي زوينة بالعكس مركة زوينة ما فيها تشي عيب منسبة لها اللي كتب لكم هي كريم كريم مرتب للبشرة هي صغيرة يعني ماشي كبيرة تقريبا فيها 40 ميل اللي يعجبني فيها هو انها بحال حلب يعني كتشربها البشرة وجيزوينة يعني في البشرة يعني ما كتب قشبينة في ساكة تشربها عجباتني هي سائل منطب معزز البشرة الحساسة منسبة طريقة الاستعمال كتدري صباح ولا لاشية لحسب الرغبة ديالك دير البشرة يعني على الوجه و على العنق هو كيمكن ديرك اساس ماكياج يعني ويمكن يجي اساس ماكياج انا كنديره قبل اللي كخون كنديره هو اللوول و عاد كندير من مورا اللي كخون لبغت نخرج والاغلبية في الدر انا كنديره في الليل لانني في النهار كيوجهي كيعرق يعني في عندي المسام مفتوحي بالنسبة هنا يعطيتني هاد شونتي و كارت فيزيت تيرها وحتى هادا كستاك اللي صورتو لكم را مدسوش معي هي اللي عطتوني دارتلي فيه كاحد دك الحويجات اللي اللي بعنو لكم هادى بالنسبة هادى فندوتا صراحة مستعملتها شلينا مجتش مع وجهي اللون غامق على وجهي بالنسبة لكخون المهم انكم تاخدوها انها تكون الحماية ديالها فوق من خمسين هذا هو الاهم بالنسبة لكخون المهم اللي استعملتوها راها مزيانة المهم انها جيكم على وجه ديالكم و تكونوا مرتاحين فيها و كل جسوية كان عاودو نديرو اللي كومين كان نخرجو كل جسوية اكيد كان ديرو لانها مكتبقاش و نديرو كمية اللي هي معقولة في الوجه باش تحمينها بالنسبة له هادو كاملين ديالي يدينو الرجلين غي مرطيبات زوينين بحال حليب يعني جربتو مانا كاملين ما بيهمش ولكن ما بغلت مشين رجعتم ما نشريم عند مول مكياج اما الوجه الا اكيد الوجه فرماسيان او لابرا فرماسيان من غير هادو جوج ممكنش اللي كوم تشريوا يعني شي حاجه لوجهكم بلاسة ما معروفة سافي من بعد ما نكمل هادو نجمحهم كل حاجه رجح البلاسة و هادو ندخل الكوزينة معناها ربع لها لا نسا ما زالي قلت لكم الكريمة الكريمة الصغيرة ديران 158 درهم تقريبا 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 مهم هي قرعة صغيرة ولكن بالنسبة لها قاملة الرأي دي فيها هي زوينة ميك كاين محسن مهم زوينة يعني بالنسبة لها زوينة ما فيها ما يتعب بالنسبة لها البشرة كامل للنساء فشكي بدأوا يصلوا الـ 24 و 25 طرحان نهضر على نفسي البشرة بدأت تخرج مشاكل فعلا خجفها مشاكل فضروري لا تتبعوا تخيط كنت كنت استعمال غير طرف يعني طرف العادي وصراحة كان يجي معايا مزيان يعني كان حسب وجيه ما فيه شي شي حاجة ما فيه تحاجة الحمد طرف اللي كنت استعملوه احتى اليوم ما زل كندير يعني وخات شريت هاد المغاسر واللي تشريت وحتى هو هو كي ينشف البشرة يعني بعد المرات كي ينضفين ذلك الحبيبات كي ينشف البشرة ما يخليش ذلك الحبيب ما كنت استعملوه بشكل يومي نهار كنغسل بهذاك الطرف وثلث ايام كنغسل بالغاسر بحالها كندير باش للبشرة ديالي كتبقى يعني معتادة لان البشرة والليات دهنية بزاف و لو اللي المسم تشتحوا المسم في وجهه وليت كان عرق بزاف فوجهه دوما المشاكل اللي لو خرجوا لي في البشرة ديالي فكيف مما قلت لكم أخواتي دائما نعتني بالبشرة ديالنا بالنسبة للكريم مرتب لاشيبتو باش يحمينا يعني من تجاعد مبكرة وحتى البشرة تبقى ناظرة ومزيانة سافي هاد شي اللي كان اخواتي من الآن نمشي والكوزينا اكيد نجدو الغدا ديالنا بديت من العسر هنا اخواتي برتقالة وليمال اللي كان عندي في الموج مد اكيد حييت لهم القشرة والليلف وغادي نقطحهم ونطحنهم مزيان فخلات الكهربائي ونصفيهم بالنسبة لخلات اللي اللي كنت نحن فيه كان تخسر لي تحرك ودرت في هذه الخلات الكبير سافيه غادي نطحنهم مزيان مع الماء يكون بارد ومن بعد نصفي العسر ديالي هذا هو العسر اللي ما يخطانيش دايما انا يوميا نخسن نجدو العسر صراحة كي يجيزوين ومنعش سمنى انكم تجربوه بطريقة ديالين دائما الحامض وبرتقال كي يجيبوه وغسله وديره في الكنجيلاتور بحاله كي يكون وافي في الثالي تجيب ديالي حامضة واحدة برتقال واحدة كي يجيزوين بالساف بالنسبة لفواكيه اي فاكيه يضيفها هنا تفتفاع والبانان يجيزو واعر مع الحامض والبرتقال بالنسبة لحامض واعر سوف نضيف تفاح مع العسر ونضيفه سكر ونضيفه في طلع جايبا بالنسبة للمسك الوجه اليوم يجمع القضية الكوك و القضية الججلة درتهم في الماء خليتهم تقريبا 4-4 سوايع ونضيفه في الماء ونضيفه ونصفه بعد أن نصفه بالنسبة للمسك الوجه سوف نضيفه ونقشر ونقشر خاصة اليوم ونقشر ونضيفه نضيفه على الكوك سوف نضيف عليه نشان نضيفه معلقة حتى جميع القاسدين نشان لاحظة الكريمة بحل المرتبة سوف نضيفه في الكاستر ونضيفه على النار حتى ترجع عليه كريمة سوف اخذتها على النار وخذتها تقال هنا بالنسبة ليض نحضر الاصف بشاميل اكيد نحضر الاغضاء سمحوني ندرونكم معي بالنسبة الاصف بشاميل فيها كاسد الحليب سوف نضيفه سوف نضيفه على النار مع التحليق المتواصل حتى تجعل كريمة تقيلة بالنسبة للوصفة هي هذه سوف نضيفه الأولوفيرا كنت لديها طبيعية كنت لديها الفرماسية كنت شريتها في الأول مع واحد اخوة لم تكن لديها لديها سوف نضيفه ثم نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه بالنسبة للوصفة سوف نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه بالنسبة للوصفة نضيفه وسوف نضيفه ضربه سوف نضيفة سوف نضيف نضيفه أنصاح سوف نتضعها بشميل لاصوس نتبني اكتبت في الفيديو و من بعد انتحنتها و قلتها في الكاسترونة و دعونا نرميه لما تحرك حتى تبقى تقليلها سهلة لا تكتل الماء و تكور لكم سوف نجحة مليون في المياه سوف نستخدمها لما تضعها احيانا سوف نحن تفرج الكيمية فورج كمية كاملة فورج سوف نزيد الاساس من الفق لبقاتل الاساس بشامل سوف نزيد الاساس هذا هو الشكل النهائي من بعد ما دخلت الفرن و خرجتها جيدة جدا سوف نزيدها سهلا بسيطة لانني خرجت و لم يكن في الدار سوف نصور لكم و قد نلوقت اني موجود هاد الغضيوه اللي بسيطة و اخها كانت بسيطة ربي جابنا الخير و تغدينا بغضاء مبرع الحمد لله اللهم ديمة نعمة و حفظها من الزوار خليتكم الى خير نتلقوا فيديو جديد مع السلامة